أهلاً وسهلاً ومرحباً بأحلى المشاهدين مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سنتعرفوا كيف تقوموا بربح المال عن طريق الإنستجرام طبعاً سأريكم استراتيجية أملوا بها حال لتحقيق الأرباح وسأشرح لكم الاستراتيجية خطوة خطوة ذلك سابعوا مع الفيديو حتى الآخر ولا سنسى الانضمام إلى العائلة سأكون سعيدة جداً إذا كنت فرضاً من العائلة بالضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس ولا سنسى كتابة تعليق صغير طبعاً لتحفيزنا على الاستمراء هيا بدون إطالة نبدأ الآن أولاً سنقوم بتوجه مباشرة إلى موقع جوجل إذا نتابع معي الطريقة سنقوم بالدخول إلى جوجل ونقوم بكتابة موقع فيفر طيب هذا الموقع سنقوم بالاحتياج إليه كثيراً خصوصاً في هذه الاستراتيجية سنقوم بالدخول إلى فيفر ولمن لا يعرف فيفر فهو موقع متخصص لتقديم الخدمات ولا تقلق فسأشرح لك كيف تقوم بربح المال خصوصاً إذا كنت لا تمتلك خبرة وبالنسبة حتى للأشخاص الذين يمتلكون خبرة فهذا الشرح بالنسبة للصرفين إذن دعونا الآن نقوم بتسجيل الدخول عن طريق هذا الموقع إذن هنا سوف نقوم بالضغط على Sync In إذن أنا قمت بتسجيل حسابي في الموقع ستقومون بالدخول إلى حسابكم عن طريق الفيسبوك أو عن طريق جوجل إذن سنقوم بالدخول عن طريق جوجل إذن تابع معي إذن هنا سنقوم باختيار هذا الحساب وسننتظر كما ترون سوف يقوم بالموقع بالدخول مباشرة إلى حسابي على فيفر كما ترون هنا سنقوم بالضغط على ثلاث نقاط على هذا الشكل ونقوم بتفعيل الموقع الإلكتروني كما ترون على هذا الشكل إذن سنقوم بتفعيل الموقع الإلكتروني بعد ذلك هنا سوف نقوم بالدهاب إلى هذا المكان إذن تابعوا معي سنقوم بالضغط على هنا إذن جيد ننتظر قليلا بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى My Dashboard على هذا الشكل جيد إذن هنا سنقوم بالضغط على Start Selling هنا جيد إذن تابع معي هنا سنقوم بتكبير الصفحة ونقوم بالضغط على Become A Seller على هذا الشكل إذن نحن سنقوم بإنشاء حساب خاص بالبائع وهنا نقوم بالضغط على Continue Continue على هذا الشكل Continue على هذا الشكل جيد أولين هنا سنقوم بكتابة اسمنا كما ترون الاسم الأول والاسم الثاني بعد ذلك هنا سنقوم باختيار صورة إذن سنقوم باختيار صورة جيد بعد ذلك في Description سنقوم بكتابة يعني هذا النص ستستطيعون أن تقوموا بكتابته على هذا الشكل أوكي وهنا اللغة ستقومون باختيار أو إضافة اللغة العربية ب Level Basic أوكي ونقوم بالضغط على Continue جيد هنا كما ترون سنقوم باختيار Graphic Design أوكي جيد بعد ذلك سنقوم بالضغط على Select أوكي بشن Graphic Design على هذا الشكل طبعا هنا في Scale سنقوم بإضافة Graphic Design إذن ستقومون بالضغط على هنا وإضافة هنا Design على هذا الشكل Designer أوكي وهنا Expression Level ستقوم بجعله Intermediate على هذا الشكل أوكي بعد ذلك سنقوم بالضغط على Add جيد هنا في قائمة Education وهي الدراسة ستقوم باختيار المكان الذي درست فيه أو يعني الدولة التي قمت بالدراسة فيها سنقوم باختيار Oracle أوكي وهنا سنقوم باختيار مكان الدراسة على هذا الشكل جيد وهنا سنقوم باختيار Certific وأما الجروة هو التخصص الذي درست فيه على هذا الشكل بعد ذلك سنقوم بالضغط على هنا واختيار السنة والضغط على Add جيد هنا Certification سنقوم باختيار Certification هنا أو يعني سنقوم باختيار ونقوم باختيار السنة على هذا الشكل بعد ذلك سنقوم بالضغط على Add وهنا سنقوم بكتابة Taste.com على هذا الشكل ونقوم بالضغط على Continue جيد هنا سنقوم بالضغط على Continue لأن نقوم بربط يعني نقوم بربط مواقع توصيل الاجتماعي وطبعا هنا سنقوم بإضافة رقم الهاتف ستقوم بالضغط على Add Phone Number على هذا الشكل وهنا سنقوم باختيار الدولة وبعد ذلك سنقوم بكتابة رقم الهاتف إذن سنقوم بكتابة رقم الهاتف بعد ذلك عند كتابة رقم الهاتف سنقوم بالضغط على Verify by SMS إذن هنا الموقع سوف يقوم بإرسال لك رسالة إلى هاتفك سوف يقوم بإرسال لك كود وتقوم بكتابة الكود هنا إذن سنقوم بالضغط على قوم باستقبال الكود وكتابته هنا إذن يا أصدقائي بعد أن قمنا بتأكيد رقم هاتفنا كما ترون هنا سنقوم بالضغط على Finish وهنا سنقوم بالضغط على Finish وسوف نقوم الآن كما ترون سنقوم بعمل سيرفيس جديد أو خدمة جديدة إذن تابعوا معي جيدا هنا كما ترون Geek Title سنقوم بكتابة جيد وهنا سنقوم بالضغط على سنقوم بالضغط على هنا Short Video Ads e-commerce management كما ترون جيد الآن هنا سوف نقوم باختيار إذن هنا سوف نقوم باختيار Business Art أوكي جيد إذن هنا سوف نقوم بكتابة بعد الزفافة فيديو وكما ترون وستنقوم بكتابة Instagram Story على هذا الشكل Story فيديو إذن هذه الزفافة فهما مهم جدا بعد ذلك سنقوم بالضغط على Save & Continue جيد إذن نتابعوا معي الآن جيدا سنقوم بإكمال الخطوات طبعا إذن هنا كما ترون سوف نقوم بكتابة سوف نقوم بكتابة جيد هنا سوف نقوم بجعلها One Day Deliver على هذا الشكل والPrice سوف نقوم بجعلها خمسة عشر دولار ولكن أنصحكم نصيحة يعني إجعلها ما بين خمسة عشر دولار وخمسة وعشر دولار فهذا أفضل ثمن موجود حاليا في موقع Fever جيد الآن سنقوم بالضغط على Save & Continue وهنا ستستطيعون أنتم تغيير هذه الأشياء كما تحبون جيد وهنا الآن سوف نقوم بكتابة Description صغير سنقوم بكتابة Description ضروري جدا إذن يا أصدقائي في قائمة Description سوف نقوم بكتابة وصف صغير للخدمة إذن نحن في هذه الحالة سوف نقوم بعمل خدمة وهذه الخدمة هي أننا سنقوم بإنشاء ستوريات سنقوم بإنشاء قصص أو ستوري للأشخاص الذين يمتلكون حسابات كبيرة في الإنستغرام إذن هذه هي الخدمة التي سوف نقدمها على موقع Fever تنتبعوا معي جيدا وسأريكم كذلك كيف تقومون بحصولي على هؤلاء الأشخاص الذين أو المؤترين إذن أنا سأريكم كل شيء وكما ترون هذا هو Description الخاص بينها بعد ذلك سنقوم بالتغط على Save & Continue على هذا الشكل إذن نتبع معي جيدا هنا كما ترون سوف نقوم بكتابة المعلومات التي نحتاجها في نظركم ما هي المعلومات التي نحتاجها عندما سنقوم بعمل Story لهؤلاء المؤترين إذن سنقوم بإضافة هذا السؤال وهو عندما سوف يقوم بطلب الخدمة سوف يقوم الزبون بالإجابة على هذه الأسئلة التي سوف نحتاج إليها إذن أنت سوف تقوم بكتابة الأشياء التي أنت ستحتاجها على سبيل المثال سنحتاج إلى صورة أو فيديو للصورة وبعد ذلك سوف نقوم بجعلها على هذا الشكل Multi Choice سوف يقوم باختيار أو هفون سوف نقوم بتغييرها إلى أتعش من ثلاثة هذا الشكل ذلك أعد ثم بعد ذلك سنقوم بإضافة دقائق ثم لنقوم بإضافة سوف نقوم بإضافة على سبيل المثال هذا الشكل يعني هذه هي الاسئلة التي سوف نقوم بالاحتياج اليها بعد ذلك سنقوم بالتقص على على هذا الشكل وبعد ذلك هنا سوف نقوم باختيار صورة لعملنا الذي سوف نقوم به اذا انا قمت بتحميل الصورة وانتم تستطيعون ان تقومون بمجموعة من الصور ووضعها في عمليكم اذا سنقوم بالتقص على اختيار وبعد ذلك سنقوم بالتقص على سنتظر راية ما يتم تحمل هذه الصورة وبعد ذلك سوف نقوم بانهاء عملنا يا اصدقاء اذا سابعوا معي جيدا اذا هناك العديد من الصروحات موجودة على اليوتيوب بخصوص احتراف موقع فيفر فيكفيكم فقط الذهاب الى موقع يوتيوب وكتابة فيفر او احتراف فيفر وستجدون مجموعة كبيرة من الصروحات اذا انا فقط سوف اريكم الاستراتيجية فاهم شيء هي الاستراتيجية وكيفية جلب الزبنة فهذا هو ما الذي سوف احاول ان اركز عليه في هذا الفيديو اما طريقة اضافة خدمة في موقع فيفر فهي بسيطة جدا ولا تحتاج الى شرح كبير اذا كما تعلمون اليوتيوب مليء بشروحات اذا سنقوم بالضغط على سيف يكونتينيو على هذا الشكل جيد الان كما ترون سنقوم بالضغط على نو لان سيف على هذا الشكل جيد جيد الان كما تعلمون فانتهينا وسنقوم بالضغط على سيف اف بريفيو على هذا الشكل وكما ترون سوف يقوم بإعطائنا الخدمة التي قمنا بعملها إذن كما ترون هذه الخدمة التي قمنا بعملها فالآن سوف نقوم بالحصول على الزبناء الآن الفكرة العامة لهذا الصرح هو أننا سوف نقوم بإنشاء سطوريات لا تتعدى 15 ثانية لمن تجد أو ألبسة أو فيديوهات أو صور للأشخاص الآن أنا أعلم السؤال الذي يدور في بالك الآن وهو من أين سأقوم بعمل هذه الفيديوهات وكيف سأقوم بعملها وكيف سأحصل على هؤلاء الزبناء طبعا كل هذه الأشياء سوف أقوم بالإجابة عليها في هذا الفيديو أولا المهم في الأمر هو أننا أنشأنا الخدمة كما ترون إذن قمنا بإنشاء هذه الخدمة والآن سأريكم الموقع التطبيق الذي سوف نقوم باستخدامه في إنشاء هذه الخدمة إذن التطبيق هو تطبيق كامفا ومشهور جدا هذا التطبيق وإحترافي في إنشاء مثل هذه الأمور يعني لن تجد أي صعوبة كل شيء موجود حتى المشاريع والقوالب كلها موجودة في هذا التطبيق أن تدورك يا صديقي هو أنك ستقوم بأخذ الصور التي سوف يقوم بإعطائها لك الزبون وتقوم بتغييرها في هذا التطبيق إذن كما ترون هنا إذا قمنا بالذهاب إلى هنا سنقوم بكتابة قصة أنستغرام على هذا الشكل ستقوم بكتابة قصة أنستغرام فالتطبيق فيها أزد من 5000 قصة إذن أنت ستختار أي قصة ستتناسب ذلك الزبون وستقوم بكتابته إذن كما ترون هنا هؤلاء المشاريع كلها إذن عبارة عن ستوريات إذن كما ترون على سبيل المثال هذا الستوري كما ترون ستقوم بأخذه على هذا الشكل وتقوم بتغيير الصورة على سبيل المثال إذا قام الزبون بإعطائك صورة الشخصية أو صورة المنتوج الشخصي أنت في هذه الحالة ستقوم بتغيير هذه الصورة وتقوم بالضغط على استبدال وإضافة هنا على سبيل المثال الصورة التي سوف يقوم بإعطائها لك الزبون وستقوم باستبدالها على سبيل المثال إذن هنا سنقوم بالبحث عن products فعلى سبيل المثال إذا قام بإعطائك صورة لمنتوجه ستقوم بأخذ أنت هذا المنتوج على سبيل المثال نقوم باختيار منتوج نقوم باختيار هذا المنتوج وكما ترون ستقوم بإضافة صورتي هنا وهنا ستقوم بتغيير النص فهو سوف يعطيك مثلا على سبيل المثال ناقص 50% أو ناقص 12% على حسب أنت مالذي تحب أو على حسب الزبون مالذي يحب وستقوم بكتابة هنا نبت صغيرة عن هذا المنتوج وبالتالي ستقوم بالضغط على هنا وحفظ كتنسيق صورة أو حفظ كتنسيق فيديو على سبيل المثال كما ترون هنا فهنا كما ترون في فلدين كذلك مجموعة من الفيديوهات أو المشاريع الخاصة بالفيديوهات كما ترون هنا الكثير من المشاريع الكثير من المشاريع الموجودة في تطبيق كامفا كما ترون على هذا الشكل كما ترون كل هذه المشاريع التي تمتلك هذه الخاصية أو المجانة أو التي عليها شعار مجانة فهي مجانية ويمكنك أن تقوم بعملها بشكل مجاني إذن في حالة ما أعطاك قام بإعطائك الزبون صورة لمن تريد أن يقوم بإشهاره أنت ستقوم بأعمل له فيديو صغير باستخدام هذا التصبيق جيد الآن سنتقل إلى الخطوة الأخرى وهي جلب الزبائن إذن أنت ستسألوني الآن كيف سأقوم الآن بجلب الزبائن واستعراض خدمتي أو كيف تقوم بجلب الزبائن وعرض الخدمة عليهم إذن تابع معي جيدا أول شيء إن ستقوم بالذهب مباشرة إلى الإنستغرام إذن نحن سوف نقوم باستهدف إنستغرام في هذه الحالة جيد هنا سنقوم بالضغط على علامة البحث ونقوم بالذهب إلى هنا وسنقوم بالضغط على هاشتاغ برودكت كما ترون إذن سنقوم بالضغط على برودكت وسنقوم بالذهب وإستهدف الأشخاص الذين يمتلكون المشاريع أو يمتلكون المنتوجات إذن على السبيل مثل هذا الشخص سنقوم بالدخول إلى الأشخاص الذين عليهم مثلا هنا إذن ستلاحظون هنا يجب أن يتوفر إذن كما ترون هنا يجب أن نقوم باختير الأشخاص الذين يمتلكون أكبر عدد من المتابعين إذن هنا كما ترون مثلا هذا الشخص سنقوم بالضغط على اتصال وسنقوم بعمل copy ونقوم بالضغط على الاماي الزخاص بالأخرقي نقوم بالضغط على قave على الاتبة وأخيرا إزمان الملاب will take model نقوم بالرجاع chio Angel ونقوم بالضغط على قمر و الرجوع الى الانستغرام و كما ترون سوف نقوم بالضغط على الضسق كما ترون هذا هو مضمون الرسالة و هنا بيست آف فيو و هنا سوف نقوم بكتابة رابط لمشروعنا الذي سوف نقوم بإرسال نقوم بالضغط على هذا الشكل و نقوم بإرسال الرسالة نقوم بالضغط على هنا و نعمل نسخ و إرسالها إلى الشخص على هذا الشكل نقوم بإرسال الرسالة نقوم بالرجوع و إرسال المزيد من الرسائل للأشخاص الموجودون هنا سنقوم بإرسال أشخاص الذين يمتلكون أكثر من عشرة يعني عشرة ألف متابع مثل هذا الشخص فهو يمتلك 11 ألف متابع سنقوم بالضغط على البارد الإلكتروني و نقوم بالضغط على جيميل و نقوم بإرسال له الرسالة على هذا الشكل إذن عدد الرسالات التي ستقوم بإرسالها هو يعني نديك الحق في أن تقوم بإرسال أكثر من خمسين رسالة في اليوم و لكن أنت إرسل عدد الرسائل التي يعني متنع لست بالمثال عشر أو عشرين على حسب أنت من الذي تحب و أي شخص سوف يقوم بالإحتياج إلى هذه الخدمة سوف يقوم برد لك الرسالة و أنت ستقوم بالتحدث معه يعني ستقوم مثلا بطلب له أنك ستقوم له بتعديل الفيديو و تقوم بعمل الفيديو مقابل هذا الثمن و على سبيل مثلا إذا طلب ما لك هذا الشخص أن تقوم بعمل ثلاث فيديوهات لثلاث يعني ثلاث فيديوهات لمنتوجاته يمكنك أن تقوم بذلك بسهولة و أن تستعرض الثمن و أن تقوم بعمل له ذلك العمل إذا طريقة العمل صراحة بسيطة جدا ستجدوها في اليوتيوب إذن هنا سنقوم بكتابة الموضوع على هذا الشكل و تقوم بإرساله و على هذا الشكل تقوم بإرسال الرسائل إلى الزبناء نستقوم باختيار الأشخاص و إرسال لهم إذا قمنا بإرسال هذه الرسالة إذن سبعة ألف سنقوم بالاختيار بأشخاص الذي يمتلكونها عصرة ألف إذا هذا الشخص يمتلكه ثلاث ألف عضل الشخص يمتلكه ثمانية عشر ألف ستقوم بالضغط على البارد الإلكتروني على هذا الشكل و ستقوم بإرسال له الرسالة بكل سهولة يجب عليك أن تقوم بإرسال الأشخاص الذين يمتلكون عدد المتابعين يفوق العصرة ألف جيد عندما يقوم شخص بقراءة رسالتك سوف يقوم بالرد عليك بالموافقة أو لا إذن أنت هذه الإستراتيجية التي أستخدمها ستقوم بإرسال العرض إلى أكبر عدد من الأشخاص وبالتالي أي شخص سوف يكون مهتما بعرضك سوف يقوم بإرسال لك رسالة وبالتالي سوف تقوم أنت بتعديل أو ستصلك أول رسالة عن طريق الإيميل الخاص بك إذا قام بطلب الخدمة في موقع فيفر سوف يقوم موقع فيفر بإرسال لك رسالة وبالتالي أنت ستقوم بالذهب إلى موقع كامفا على هذا الشكل وتقوم بعمل له منتوج أوكي وتقوم بإرسال له المنتوج أو أستوري الخاص بك إذن الخدمة لن تأخذ منك أكثر من عشر دقائق هذا أقصى حد لأن في صراحة هذه الخدمة مبسطة جدا وأنا متأكد أنك ستستطيع إذن كان هذا وصرح لهذا اليوم أتمنى أنه أعجبكم كما شرحت لكم من قبل ستقومون بإرسال الرسالة إلى الكثير من الأشخاص وأي شخص سوف يكون مهتمًا بخدمتك سوف يقوم بإرسال لك رسالة وتقوم بالتفاهم معه وعمل له فيديو باستخدام موقع كامفا كما شرحته من قبل على أي شكرا لكم إذا كان لديكم تساؤل استفسار أكتبوا لي أسفل هذا الفيديو ألقاكم في فيديو قادم كان معكم نازيه دمتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة